انا بصور الفيديو دا الصبح فحب بقول لكم يا صباح السعادة على الصبح كده ورب ناجح لقائبكم كلها حلوة بالصباح الفيديو دا وقت هيكون عن صبونة الفحم وهقول لكم رأيه فيها لاننا مجرباها على بشريتش وهي بشريتش مختلطة وكمان بشرة اخوية دهنية وبشريتش مختلطة يعني الاماكن ديت كده بتكون دهنية لكن الخضوط جافة عندي فهقول لكم رأيه فيها وطبعا لما بحب اعمل ريفيو بحب اقول رأيه بمنتهى الصراحة وبحيادية على المنتج مش بحب يعني اتبع بقى الناس اللي ما يبقوا اوفر على المنتج فانا كمان اكون اوفر قوي كده لأ انا بحب اقول رأيه بصراحة اتمنى الفيديو يعجبكم يلا بنا نبدأ ريفيو بس قبل اي حاجة ما تنسوش اللايك وسبسكراب على زر الاحمر دا حاجة يا بنات خلينا نتكلم عن الصبونة دي هقول لكم هي مصنوعة من ايه الصبونة دي بتكون مصنوعة من الفحم النباتي الفحم حتى لما بنستخدم حبوب الفحم معروف اللي الفحم بينقي البشرة من الاوساق اللي بتكون عالقة فيها وبتكون عالقة في المساني يعني بصوا بينظف البشرة جدا جدا بصوا انا اول حاجة اللي خدت بالي منها في اول استخدام ليها انا استخدمتها كزا مرة علشان اقدر اقول رأيه فيها ومنتظ صراحة ويحبش رد الفعل يكون على طول كده من اول مرة اول حاجة حستها في الصبونة دي لما استخدمتها انه بشرتش بتزيق من النظافة عارفيني ايه بتزيق من النظافة انا حسيت اللي بشرتش حرفيا نضيفة جدا بتزيق كده حتى الاماكن الدهنية عندي من كتر ما هي ندفت ده اول حاجة بس اخدوا بالكم حسيت في الاماكن وبالزات الاماكن بقى الجفة حسيت اللي لأ بشرتش بدأت تكون جفة جدا 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 اكتر وحسيت اللي هي مش مناسبة نهائي للبشرة الجفة بصراحة ومش هتكون كويسة خالص على بشرة جفة هي فعلا بتجفب البشرة جدا بس ده ليه هي بتحد من الافرازات الدهنية اللي بتكون موجودة في البشرة الدهنية يعني لاحظت ان انا دايما عندي في الاماكن دية بهنت طول الوقت الدهون لو عملت كده بلاقي دايما دهون فبجد لقيت ان لأ فرقت معايا جدا وحدفلي جدا من انتاج وافرازات الدهون اللي بتكون موجودة في البشرة يبقى اول حاجتين لاحظتهم اللي هي زي ما قلت لكم بتنظف البشرة جدا ولو حد مسامة واسعة وبيلم بقى عارفين انتو المسامة الواسعة بتلم كتير جواه لا هتنظف لك بشرتك فعلا وكمان هتحد جدا من الافرازات الدهون طيب البشرة الدهنية هل هي فعلا بتعليك الحبوب ولا لا بصوا بقى رأيه فيها ايه من حيث الحبوب اخويا بشرته فيها حبوب اللي هو حب الشباب وكمان بشرته دهنية يعني بتنتج افرازات دهنية كتير كانت تعليقه عليها لما كنت بسأله يقول لي انا حسنا لها فرقت معايا في موضوع الحبوب لكن هي بتنشف لي بشرتك جدا وكمان بقى لو بتستخدمه طبعا علاج تاني للحبوب يكون مثلا علاج اللي هو زي اللي سيون وانا بصراحة زمان لما مثلا من فترة طويلة من كال سنة كان بطلع الحبوب فجربت انواع لأدوية حبوب كتير ففي بعض الأدوية اللي بيكون فيها زي اللي سيون كده بتنشف الحباية فزي ما تقوله كده بتقشرها معايا باستخدم صابونة بتعمل دوت والحاجتين مع بعض وما باستخدمش مرتب حيتضمر بشرتك حرفيا يعني لازم تغيبالك وانت تستخدميها انك هتهتمي بموضوع المرتب بخصوص بقى المرتب عايز اقول لكم على حاجة لأصحاب البشرة الضهنية وانت بشرتك من الدية حدش حاجات صغانطوطة قوي من المرتب بتاعك وابدقي يوزعي وبشرتك من الدية لسه فيها مية ابدقي يوزعي كده حتة صغانطوطة خالص قوي وبعدين وزعي المرتب المناسب طبعا لنوع بشرتك تمام كده يبقى هي هتحد من افرازات الدهون او هتحد من افرازات الدهون كمان حب الشباب هتفرق معاك جدا لان هي بتنشف فعلا الحبوب كمان بتنظف الشوائم البشرة الضهنية اللي ما سامها واسعة هتفرق معاك قوي لكن هي زي ما قلت لكم بتنشف البشرة بطريقة قوية كمان هي مكتوب عليها ان هي بتعمل للبصور السودة يعني ايه يعني مكتوب عليها ان هي بتساعد في علاج البصور وكمان حب الشباب على الوجه والجسم يعني كمان تنفع للجسم للناس اللي بتطلعها حب شباب في ظهرها وكل الحاجات ديها ومنعا من ظهور يعني اللي بتخلي الحبوب ما تظهرش مرة تانية تمام كده لان هي في بعض الناس اللي ما سامها بيلم زي مكروبوت بتطلع ده بيخلي البشرة تطلع حبوب وكمان لما بيكون فيه افرازات دهنية زيادة فبالتالي بتطلع على هيئة حبوب فهي طبعا لما بتحد من دوت بتخلي للحبوب ما تطلعش مرة تانية وبذلك الناس اللي عندها حبوب من النوع اللي انا ذكرته وكمان تنزيف البشرة وتخلصها من الاوساخ العالقة بيها زي مرات لكم اللي هي بتنظف المسام جدا والتخلص من مشاكل البشرة الدهنية واهمها لمعاني البشرة طبعا لما انها بتحد من الدهون اللي موجودة في البشرة الدهنية فبالتالي مش هتلاحظوا بقى اللي معاني اللي بقى موجود في البشرة اللي ده بتقولي انا حصل بشرتش بتلمع من كتر الدهون اللي هي فيها وتدجيء واغلاق المسام المفتوحة ومنع الاوساخ من التراكمات فيها بخصوص المسام دايما لما احنا بننظف البشرة بشكل كويس المسام بيبدأ اللي هو يعمل على انكباضة طول منا باستخدم ميكوب وباستخدم حاجات تكون مدرة وسايبة المسام بتاعي من جر ما نظفه ده بيخليه يوصع اكتر واكتر واكتر عشان كده دايما هتلاقوا الحاجات اللي بتنظف البشرة بعمق بيقولوا ان هي بتساعد على تدجيء مسام البشرة انا بس حبيت لانا فهمكم عشان ما حدش مثلا يفكر ان ده شيء معالب للمسام حتى مثلا يبقى افضل ومظهر هيبقى افضل لكن طبيعا اللي احنا بشرتنا هيبقى فيها مسامات يعني ما بتبقى السيراميك ولا حاجة بس عشان تبقى عارفين بس كده هي دي اهم الحاجات ولو حتى حبيب بيسأل عن اي حاجة يكتب في الكومنتات باي باي واشوفكم في فيديوهات تابعا